15 مرة كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمتي العدو والأعداء في خطاب له أمام مواطنين في مدينة ريشت شمالي إيران كلمات بالرغم من أنها أشارت بشكل واضح إلى أمريكا التي تعتبرها إيران عدوها الأول إلا أن استخدامها بشكل متكرر من قبل روحاني الذي تعتبر هذه الكلمات برأي بعض المراقبين غريبة عن أدبياته السياسية منذ توليه الرئاسة في عام 2013 عكس بقدر كبير وبحسب هؤلاء المراقبين تحولا جذريا في خطابه ويأسا يغمره بسبب الأزمة التي تعيشها بلاده والتحديات الكبيرة التي تواجهها داخليا وخارجيا روحاني ذهب أبعد في استخدامه بغزارة الكلمات والعبارات الهجومية فتجاوزت دلالات السياسية إلى التأكيد بشكل صريح ومباشر أن خلافات بلاده مع أمريكا ليست قابلة للتفاوض ولا المصلحة الأمر الذي رأى فيه متابعون للأحداث في إيران تصعيدا من قبل روحاني ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها هذا التحول التصعيدي في خطاب ومواقف روحاني الذي يعتبر شيخ الدبلوماسية الإيرانية يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة عن الأسباب والدوافع وهل أصبح روحاني محافظا وأصوليا وخلع عباءته الاعتدالية أو بتعبير أدق قناعه الإصلاحي كما سبق أن سوقت له طهران عودة بسيطة في التاريخ لأشهر قليلة تجيب عن هذه التساؤلات حيث نجد أنه منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة النووية في أيار عام 2018 طرأت تغييرات على خطاب روحاني الموجه للخارج تدرجت بشكل بطيء وبدأت تتزايد أخيرا وذلك لأن الصفقة النووية مثلت أكبر إنجاز حققته حكومة روحاني الذي أنهى العقوبات الأممية والأمريكية ضد إيران عودة العقوبات كانت لها ارتدادات داخلية ثقيلة اقتصاديا وسياسيا فبات روحاني عاجزا عن تحقيق وعوده بتحسين معيشة المواطنين ناهيك عن تعرضه لهجمات متلاحقة من خصومه المحافظين تصاعدت بشكل يومي ووصلت إلى حد طرح موضوع استجوابه في البرلمان أو المطالبة باستقالته بسبب الخلافات على إدارة الوضع الاقتصادي في البلاد وكذلك على ملفات تتصل بالسياسة الخارجية المراقبون يرون أنه أيا كانت توافع روحاني في التحول من خطابه الدبلوماسي الناعم إلى خطاب هجومي في مواجهة من يعتبرهم أعداء لإيران فأنه من المؤكد فقد أمله في الدبلوماسية والتفاوض كخيار أنسب لحل نزاع مستمر على المصالح والمغانم منذ أربعة عقود بين الجانبي كذلك يشير كل ذلك إلى أن النزاع ربما انتقل إلى مرحلة جديدة وبات مفتوحا على احتمالات أكثر